بمناسبة الخناءة اللي كنت بتكلم عليها يمكن حضراتكم اطلعتوا على بعض الاخبار المتعلقة مش هقدر اسميه السجال ولكن هو خلاف وضح وحقيقي داخل الحكومة بتاعة الكائن الصهيوني المحتل الارضين العربية ما بين جالنت وما بين نتانياه وبدأ يبقى فيه فرق من الداعمين لهذا الشخص وفرق اخرى من الداعمين للشخص الاخر بس نصحتي كل النصيحة القلبية محدش يتصور ان هذا الخلاف باي حال من الاحوال يعني انه جالنت ده حمامة سلام على الاطلاق على الاطلاق لانه الطريقة دي من التفكير بالمناسبة رجعتنا الورا كتير جدا 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 لان انا عايز افكرك بما ان احنا النهاردة خمستاشر خمسة ستة وسبعين سنة على نكبتنا الكبرى وضياع فلسطين اللي اسس الدولة دي هم من يطلق عليهم احيانا حمائم الكيان حاليا الاسس الدولة دي هو حزب العمل اللي هم النهاردة معارضة اللي بيتخنقوا مع بن يمين نتانياه لكن المعارضة اللي بتتخنق مع بن يمين نتانياه هي اللي اسست الدولة دي واعلانها في تمانية واربعين المعارضة اللي بتتخنق مع بن يمين نتانياه دي هي هي نفس المجموعات العصابية التشكلات العصابية اللي اشتغلت في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين وكانت بتقتل اهالينا في فلسطين وبتجبرهم اجبارا بالقتل والوحشية على ان هم يتركوا اراضيهم الناس دي هي اللي دخلت الجليل والناصرة يدبحوا الرجالة وللأسف يغتصبوا النساء هم 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 هؤلاء الوحوش هم معرضة اليوم في الكيان الصهيوني المحتل دون اللي اسسوا الهاجناه هم اللي اسسوا شتيرن هم اللي اسسوا انسل الى اخره اوعى تتصور على الاطلاق ان هذا الكيان به حمائم اوعى تتصور على الاطلاق ان هذا الكيان به داعين للسلام هنتكلم على اخناقة جالنت وبنيمين نتانياهو بعد شوية اشتركوا في القناة